أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية دمج التعليم الإلكتروني بالتعليم المباشر ليصبح جزءا من النظام التعليمي المستدام في المدارس جاء ذلك خلال اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم لمتابعة المستجدات على منصة التعليم الإلكتروني حيث أشار جلالته إلى ضرورة مواصلة تطوير المنصة والأخذي بملاحظات الطلب والمعلمين والأهالي وشدد جلالته على ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة للتعليم الإلكتروني في مختلف المناطق وذلك لضمان حصول الطلب على فرص الاستفادة من هذه المنصة